مرحبا و اهلا و سهلا فيكم معنا بالقناة بحلقة جديدة بمولوع جديد اولا هذه الحلقة سبونسرد باي نات ناو سنتعلم بهذا الحلقة كيف نقدر نعمل دعاي لمنتج متل نات ناو هذه الحلقة تحديدا ثورنها فقط للمكسرات الصيني من شركة نات ناو انا شخصيا الاختلت منتج بان نصوره لانه من اكثر العالم المدمنين و هذا الطعام هي من اكثر الطعمات دمانا؟ يعني شي كتير طيب، مش لانه نت ناو سبونسر لها الحلقة لا حلقة بعيدا انو نت ناو سبونسر حلقة فعليا هذا الشي كتير طيب و طعمته اكثر من رائعة خاصه له المكسرات الصيناء أنا فعلياً مدمن عليه وأنا شخصياً اخترت أنه بدي صور هذا البرودكت منه فخلينا ننطلق إلى تفاصيل حلقة وكيف صورنا هذا الدعاية شات باي شات أو مشهد بمشهد خليكم معنا أولاً شركة نتناو بعتونا البرودكتز بعتونا الكمية اللي احنا طلبناها تقريباً بلشنا نحن نجرب نصور مشهد بمشهد ولكن كان فيه تقريباً براسة فكرة واضحة عن الفيديو قبل ما يتصور يعني كنت مرتب المشهد ومركبهم مشهد ورا مشهد برأسة فلما كنا بلوكيشن تصوير أنا والشباب كانت المشاهد يعني في لون ما أخذ معنا كتير وقت التصوير كنت عارف شو بدي كنت عمى من مشهد ورا مشهد ورا مشهد وعارف شو بدي فالخطوة الأولى والأهم طبعاً نقدر نحصل على هيك دعاية planning أو التخطيط فيجب أن نكون نحن مخططين مشاهدنا والفيديو طبعاً قبل التصوير وعارفين شو هم المشاهد اللازم ناخذها قبل ما نروح التصوير لأنه إذا رحنا على التصوير وما عارفين شو هي المشاهد اللازم نصورها أولاً هياخد معنا وقت زيادي ثانياً مش هيكون شكلنا حلو قدام زبون ثالثاً لحنا نتعب كتير بالمونتاج لما نجي نركب المشاهد لأنه في مشهد على مشهد مش عمبركبه والأدتر حيفوض بالحياة فمثل ما عم تشوفوا بالستاب اللي إحنا مركبينه بهذا المحل جبت باجراند لونها أزرق لأنه الموف على الأزرق جيد جداً وطاولة صغيرة غطناها بورق أبيض سادة ومثل ما شافين إضاءة على اليمين وعلى الشمال عاملين كي لايت وفل لايت واتناناتهم بديفيوزر ضخم كرمال يعطينا إضاءة نعمة ما يكون في عنا خيالات قاسية أو هار شادوز فترتيب المشاهد أثناء التصوير ما كانوا بنفس الترتيب تبع الفيديو بالنهاية تبع الفيديو بعد المونتاج ليش؟ لأنه كان في مشاهد عايزين فيهم الطاولة تكون موجودة وعايزين فيهم الورق الأبيض يكون بعض ومضيف ومش موسخ أبداً فعملنا المشاهد اللي بدنا إياهم تكون الطاولة فيهم موجودة وتكون نظيفة بالأول مثل الهيرو شات مشهد النهائي تبع الدعاي صورناها تقريباً أول مشاهد لما وصلنا ضغر على مكان التصوير بس ولكن لا هنفرجيكم الماكينج أوف مشهد مشهد حسب الفيديو وترتيبه بالدعاي وبالفاينل فيديو مثل ما شايفين المشهد الأول هو track out ومبين فيهم كل المكسرات موجودين على background أبيض أو على خلفية بيضة وفجأة مع تغير الموسيقى المكسرات بتطير بالهوا بيصير فيه شيء مثل انفجار للمكسرات فبهذا المشهد مثل ما شايفين كانوا الشباب حاملين الورقة البيضة وكان فيه واحد من الشباب حاط إيده تحت الورقة وعلى اللي كيو تبعيه أو لما عطيت الأوردر خبط بإيده من تحت الورقة وطار وعملناها الأكسبلوجين وانا لحقتهم بالكاميرا تقدرنا ناخد هذا المشهد وأكيد كل الدعاية مصورة flat image كرمال نقدر نلون بعدين ومصورين على 120 fps كرمال موضوع slow motion وبهذا المشهد اللي هو top shot للمكسرات و close أكثر للمكسرات هنو طائرين بالهوا والباعجراون طبعا كان لونه أبيض هي زي ما شايفين أنا كنت واقف فوق الشب يلي هو ماسكهم بإيده وعم بيكب المكسرات بالهوا واتفقنا أنه إياه على عالي معين أكيد عندنا هذا المشهد كذا مرة لقدر الشاب أن يقدر يكب المكسرات بالهوا وما يخبطوا باللانس في الكاميرا وما يكونوا كثير واطين لما يطلع out of focus وبالأساس زي ما شايفين علينا إيدنا للمرحلة اللي عملنا lock للفوكس كنا نشغل manual focus حاولنا أنه لما يزد المكسرات يوصلوا لهذا المستوى محل ما عاملين lock للفوكس ويكون فيه هذا الحركة فالمكسرات سيفوتوا in focus ويظهر out of focus زي ما شايفين وأكيد على 120 fps على slow motion سيطلعوا بهالطريقة الجميلة وبهذا المشهد كان زياد مساعدي ويلي هو صور الماكينغ off تحييه لزياد عم ناخد top shot للكيس هو عم بيمفتح وعملنا هذا transition اللي انتو شايفينه بالmasking فعملنا masking بالkeyframe frame by frame تقريبا لهذا الكيس هو عم بيمفتح فبيان معنا هذا المشهد الجميل وبنهاية هذا المشهد كورمال نقدر ننقل على المشهد تاني بطريقة هيك smooth وخفيفة عملنا هذا zoom effects اللي ما بيعرف زوم effects كيف بنعمل لانا مرة عامل tutorial بس حاكي فيه بالانجليش لحضركم اللينك واحضروا من tutorial المهم ومفيد جدا بس فيكم ما تضحكوا على الانجليش يعني رواء وهذا المشهد اللي شايفينه قدامكم مشهد بسيط جدا من وصعب كمان قرر منصوره 120 fps hand held خليت زياد يمسك الكيس ويكب بقلب الكاسي أخذناها من كذا زاوي زي ما شايفين فأول مشهد كان low angle والlow angle متل ما حكينا بحلقات اللي عملناهم عن frame composition اللي ما حضرهم كمان اللي حضركم لينك تحضروهم مفيدين جدا 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 low angle بيعطي تعظيم وتفخيم ووقار للسبجك اللي عم نصور فبهذا الطريقة وبهذا المشهد عطين شويتك وقار للمكسرات اللي عم ينكبوا بقلب الكاسي المشهد الثاني كان هو top shot من فوق وتابع للمشهد الأول ولكن كنا عم نصوره fix أما الموفمنت اللي شايفينها عملناها بالمونتاج عملنا شوية scale up فكبرنا حجم المشهد مع شوية rotation خفيف أكيد ما بنعمل scale up كتير كرمالي resolution تبعتنا ما تخف وما تنتزع أما المشهد الثالث فهو extreme close up للمكسرات هنه عم ينزلوا بقلب الكاسي أما هذا المشهد يلي هو مقتبس من دانيل شيفر يلي هو من أهم اليوتيوبرز وأهم الفيديوغرافرز يلي بيشتغلوا هيك نوعه من الفيديوهات على اليوتيوب هذا مشهد زي ما شايفين لزقنا الكيس على عصارية مكنسي زي ما شايفين على عصارية مكنسي وخلينا زياد يمسك الكيس ويعمل له شوية rotation على الخفيف ونحن مصورين 120 fps خاصة أن في عنا blue screen بالخلف وعنا chroma قضينا نعمل keying وقضينا نعمل masking لهذه الخشبة اللي نحن ملازقين الكيس عليها واجبنا المشهد تعول المكسرات اللي هم طايرين بالهواء وعملنا له أيضا keying فاشلنا الخلفية الزرقى خلاناهم عم بيطيروا بالخلفية وبنفس الوقت عملنا كأنه عم بيمفتح الكيس وعم بيطيروا بالهواء منه وعملنا هذا الحركة بالposition وبالrotation بعدين بالمونتاج عملنا keyframe وحركنا الكيس من تحت لفوق أكيد أكيد أخديه مشهد فقط للخلفية كرمال لما نحن نعمل keying أو نمح الخلفية الزرقى يكون في عنا خلفية تاني بنفس اللون أو باللون اللي بدنا إياه بس ولكن بهذا المشهد نحن بدنا اللون أصلا بدنا إياه أزرق لأنه المود أو الألوان الموجودة بكل فيديو تقريبا هم الأزرق والأبيض والمود أما هذول ثلاث مشاهد لclose up هنه لما كانت الطاولة نظيفة أخذناهم بالأول فأخذنا close up على المكسرات بحد ذاتهم مع شوية movement خفيفة كرمال نعمل reveal أو نفرج ما في داخل الكيس بشكل واضح أما المشهد الختامي وهو الhero shot يلي هو المشهد الأخير يلي منبين فيه المنتج بشكل واضح مع package مع شوية design حواليه وهذا المشهد هون نحن عطينا بس مكسرات وحطينا الكياس بمنتصف المكسرات وخاصة أنه الكياس لونهم حلو والمكسرات لونهم حلو وعطين شوية contrast مع الخلفية الزرقة وإلي عم يسأل شو صار بكل هده المكسرات نحن أكيد حاولنا منكب مكسرات أبداً فحاولنا أنه لما نكون في عنا هول مشاهد اللي عم نكب فيهم بالهوا أنه يرجع يوقع المكسرات بقلب الورقة البيضة ورجعنا ضبناهم وأكلهم الشباب وصحتين أكتر مشهد تعبنا وأكتر مشهد أخذ معنا وقت يلي هو المشهد هذا فهذا المشهد عندناه كثير عندناه كذا مرة حاولنا نحن نعمله بكذا طريقة أول طريقة حاولنا نعملها هي الأكثر أماناً والأكثر safe كرمال ما يكون في عنا هدر لأشي بيتاكا فحاولنا نكون حرسين قدم فينا كرمال ما ينكب معنا شي ما يروح شي لزبالي ثلاثة 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 ولكن هذا الطريقة ما زبطت كثير لأنه وزنهم كان ثقيل شوي فعلا جاءنا للطريقة الثانية اللي هو أنه ينزل حدا من الشباب من تحت ويخبطهم بإيده ويطيروا بالهوا واحد ثلاثة ثلاثة ولكن هذا المشهد أيضاً عندناه أربع أو خمس مرات حتى ظبط معنا لقدرنا ناخد المشهد بشكل واضح هذا أكثر مشهد تعبنا شوي وعدناك هذا مرة بس ولكن ظبط بالنهاية وبنهاية هذا الفيديو بحب أشكر نوتنا ويلا كانوا سبونسور لهذا الفيديو بحب أشكر كل الشباب اللي ساعدوني زياد عبد يوسف ومالك وبحب أشكركم أنتم عزيزي المشاهدين لأنكم عم تحضروا فيديوهات وعمتم بصطوا فيهم وعم تعملوا سبسكرايب وإذا حابين تسألوني عن أي شيء بتعلق بالتصوير والمونتاج فيكن تحكوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فيهم وإذا حابين بعد نعمل فيديوهات مثل هذا النوع من الفيديو وكتبونا تحت بالكومنتس إذا عجبتكم الدعاية ولا وشو رأيكم ونلقاكم بحلقة جديدة اشتركوا في القناة